موسيقى موسيقى مرحبا جميعا يوم رح نتعرف على تعابير باللغة الفرنسية يوم رح نتعرف على تعبيرين باللغة الفرنسية نفس الوقت رح نتعرف ما هي الكلمات الموجودة بهذا التعبير نتعرف معانيها وبعدها نتعرف كيفية استخدام هذا التعبير كما بحكي دائما هاي التعابير مهمة لحتى تقوي لغتكم الفرنسية اذا ما كنتم تشتركين بقناتي اتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات لحتى يوصلكم كل اتمنى درسي اليوم انو ينال اعجابكم وهلا خلينا نبدأ تعابير فرنسية تعابير فرنسية خلينا نشوف اول تعبير فرنسي عندنا النيابان انشا النيابان انشا مثل ما شايفين بالصورة مثل هاي اشارات المرور لا يوجد قطة محطين بس هاي ترجمة الحرفية النيابان انشا ليقول معناته ان لا يوجد قطة هاي الترجمة الحرفية بس الترجمة او ترجمة هاد التعبير او شو معناه هاد التعبير بشكل عام ثاني انو لا يوجد احد اذا النيابان انشا ثاني انو لا يوجد احد هلا اول شي خلينا نتعرف على الكلمات اللي موجودة بالتعبير وبعدها رح نتعرف او رح نشوف كيفية استخدام هاد التعبير بمثال خلينا نبدأ هاي الكلمات النيابان انشا النيابان بتاني لا يوجد انشا بتاني قطة هلا خلينا نشوف او كيفية استخدام هاد التعبير بمثال اكزوند انيابان انشا دوني ماجازان او جو دوي لا يوجد احد في المتاجر اليوم اذا لا يوجد احد لما نحكي لما ما نشوف حد بالمتاجر او بالمحلات نقدر نحكي لما ندخل عمكان وما نلاقي فيه حدا وما فيه حد موجود بمكان منحكي بدل ما نحكي انيابان انشا انيابان انشا لما ندخل عمكان وما نلاقي فيه حدا بدل ما نحكي انه ما فيه حدا ونترجم كلمة كلمة باللغة الفرنسية نستخدم هاد التعبير اي ميا بان انشا هاد ببين اللغتنا الفرنسية قوية نفس الوقت بننوع بالكلمات اذا اي ميا بان انشا دوني ماجازان او جو دوي بتاني لا يوجد احد في المتاجر اليوم اذا ماجازان بتاني او لي ماجازان بتاني المتاجر او المحلة انيابان انشا متل ما شايفين بتاني احفظوها بتاني انه لا يوجد احد هاد التعبير كتير سهل بتمنى منكم عن جد انكم تحفظو حاولو تستخدمو حياتكم اليومية لما تدخلو عمكان او تشوف بمكان او بالشارع ما في حدا بتقدر تستخدمو اليابان انشا هلا بتمنى اني تكون عن جد انه ترسخ بعقلكم هذي التعبير لحتى ننتقل للتعبير التاني انا حوالي حبيت اليوم ادرس تعبيرا او اشرح تعبيرا انه هاي التعبير كتير بسيطة فبنقدر ناخد اكتر من تعبيري بنفس اليوم هلننتقل للتعبير التاني تلي او معا تاني اول اشي الشريح المتل ما شايفين بالصورة واحد حاطت مفاتيح بايده هاد هو الشريح شريح كلمة كلمة او شرح التعبير كلمة كلمة او ترجمة التعبير كلمة كلمة تاني انه حاطت مفاتيح بايده بس معنى هاد التعبير او المعنى الحقيقي لهاد التعبير تلي او معا تاني انه اشي انه اشي يكون مجهز للاستخدام لما نحكي عن شي مجهز للاستخدام انه على طول نستخدم نحكي تلي او معا اذا خلينا اول اشي نشوف الكلمات الموجودة بهاد التعبير وبعدها ناخد مثال او كيفية استخدام هاد التعبير بجملة بوكابولار ثلاث ان معن ثلاث تاني مفاتيح ان في معن تاني يد وهلا خلينا نشوف المثال مثال تاني اشتريت شقة جاهزة للاستخدام يعني ترجم تدوني مفروشة يعني على طول انا بقدر استخدمها ما في داعي انه اجهزها اذا تاني اشتريت شقة جاهزة للاستخدام او شقة مثلا مفروشة يعني على طول بقدر استخدمها بني استخدم هاي 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 تسهل علينا او بتحسسنا انه عن جد لغتنا قوية فبتمنى منكم انكم تحاولوا تستخدموا هاي التعابير بحياتكم اليومية حتى ما تنسوها ونفس الوقت يكون عنكم مخزون الكلمات كبير ونفس الوقت انه تقدر تنوعوا بالكلمات اذا ثاني انه اشي مجهز للاستخدام بتمنى انكم عن جد تستخدموا هاد التعبير او تستخدموا التعبيرين اللي تعرفنا عليهم اليوم حياتكم اليومية وتحاولوا تستخدموها مع الفرنسيين رح تشوفوا انهم رح يحزوا انه مستواكم باللغة الفرنسية كتير عالية عن جد اذا عم تهجبكم هيك نوع من الاجتماعات بتمنى انكم تخبروني لحتى كمل او لحتى كمل بهاي السلسلة ونتعرف على تعذير فرنسية هيك بيكون انتهى دالسنا لليوم بتمنى منكم اذا ما كنتم تشتركيني بالقناتي تشتركوا بالقناة وتفعلوا جلس الاشعاريات لحتى يوصلكم الفيديو اول ما انزله اذا عندكم اي ملاحظة او اذا عندكم اي تعليق بتمنى منكم تخبروني او تخبروني او تكتبوا بخانة التعليقات اذا عم تعجبكم هيك نوع من الفيديوهات ان شاء الله راح كمل بهيك نوع من الفيديوهات اي اقتراع عندكم بتمنى منكم تخبروني لا تنسوا تشاركوا فيديوهات الى حتى تكبر قناة اكتر واكتر وهنا راح اترككم تحفظوا هاي التعابير واحكي لكم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة